وتراغم لازم صديق الصالح ومعافظاً على مجالس الإيمان يربي نفسه على كذم الغيذ والعفو عن الآخرين والتسام الأعذار للأصدقاء وحصل الذن بالآخرين وها هي شخصية مسلم تبلد أكثر من مع والدي وهو بر بهم عارف قدرهما وما يجب عليه نحوهما كسير الخوف من أقوكهما فقلبه قابض بالحب لهم يداغم وسوطتان بالبذل لهم أيض الكلام معهم وهو يعرف أن رد الرب رد الوالدي وسقطه في سقطهما وتمتبدل شخصية المسلم إلى زوجته وهو كيس فطن يكمل نقسها يعاشرها بالمعروف وهو ملتزم حذير الإسلام في حياته الزوجية موسم في التوفيق بين إرداء الزوجة وبر الوالدين يجعل ذوغته سانعة الرجال ومربية الأجيال معشر المؤمنين ويظهر أثر شخية المسلم على رجال الغب وهم أبناؤه وقد رباؤهم أحسن تربية وبأساليب دينية سليمة فهم يحسون بأبه لهم وينفق عليهم بسخاء يجب أن أحسنكم عامله فهو سمع الله يفرغ لفرهه يهزن لحظنه ولا يقابل إساءة الجار بمثلها قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حصن خلقه أقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معاشر المسلمين وهي شخصيتكم تمتد بنا إلى رفاقه وإخوانه وهي من أرفع التشخصيات وهو محب لهم يلقاهم بوجه طليق ناسب لهم لا يغتابهم يجتنب معهم الجدالة والمذاحة المؤدي ويدعون المعزي ويدعون لهم بظهر الغيب يلتمس العذر لإخوانه في حال الغياب يخالقهم لوجه الله حتى يزل تحت زل عرش الله تبارك وتعالى وهو المجتمع شاهد للمسلم وهو سادق مع كل الناس لا يغش ولا يخدأ ولا يقدر ولا يحصد موف بالأحد متسج بالحياة أفو متسامع غفور طليل رجل خفيف الظلم يجتنب السباب والفحش والبذيء والبذيء الكلام لا يرمي أهدا بفسق أو كفر بغير حق لا يتدخل فيه ما لا يعنيه بعيد عن غياء غيبة الناس والمشي بالنميمة يجتنب قول الزور وذن الصوء حافظ للسر متوادئ لا يتكبر ولا يسخر من أحد يعاشر كرام الناس يحرس على نفع الناس يعود المريض ويشهد الجناذة يدل الناس على الخير ولا يزلم ولا ينافق ولا يراعي ينفس على المعصر يخدأ الآدته كلها لمقايس الإسلام عباد الله ألا مثل هذه الأخلاق وهذه الصفات والمكارب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده فاقوموا كما كانوا عباد الله ولم تكتسر شخصية المسلم على هذا فحسب بل تعذاب إلى الطبيعة من حوله وإلى كل كبد الرطب من في هذا الكون فلقد شخص الإسلام المسلمين في جميع المجالات أيها المسلمون تلك هي قطوب من الصور والصفات الوضاع المشرقة لشخصية المسلم كما أرادها الله والرسول والدين الإسلام شخصية بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذاها الأجيال من بعده وأمان عنه فقد ضيعنا الكثير ونسينا وتناسينا الكثير وما نشهده اليوم من تخلف وفرقة وشهناء وقضيعة بين الصفوب المسلمين لهو دليل على بعد المسلمين عن قروة الله الوسطى فنبت فيه من صرور وعفات فزقضها خثير من المسلمين عن شخصية الأصلية إلى أفكار الغربية بغيدة نعم لقد نجه أعداء الإسلام وآداء الرسول في كثير مما خططوه ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذ فلا بد من نسرة دين الله كما وعد الله تبارك وتعالى وهل من أودة صادقة إلى مكارم الأخلاق وهل من وفقة حقيقية مع النفس بالمسارحة والعتراب بالخطأ والتقسير عباد الله لن ترد إلى شخصية المسلم قوتها وأسالتها إن لا عودة صادقة إلى منهج الله الخالف فتمسكوا بدينكم والتزدوا به أقيدة وعبادة وجعلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حاجا لحياتكم الدنيا وإنها فقد تقول أمة قوية واحدة أزيذة كريمة إنها أمة الإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين إباد الله فسلوا وسلموا على النبي المصطفى كما أمركم في مهكم تنزيله إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم فسلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه عجميل اللهم إِنَا نَسْأَلُكَ مِنَا الْخَيْرِ قُلِّهِ آجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَا شَرِّ قُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللهم ذَيِّنَّا بِذِينَةِ الْإِيمَانِ وَجَأَلْنَا هُلَا تَمَهْدِيينَ اللهم أَبْلِمْ لِهَذِهِ الْأُمَّا أَمْرَ شُبِحًا يَعِذُّ فيها أَهَلَ طَاعَتِهِ وَيَذِلُّ فِيهَا أَهَلَ مَعْسِيَتِهِ وَيُمَرُّ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى فِيهِ عَدِي الْمُنْكَرِ اللهم اجعل هذا البلد الآمن المطمئن رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين يا أَرْحَمَ الرَّاهِمِينَ اللهم اِذَّا الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَدَمِّرْ أَدَاءَكَ أَدَاءَ الدِّينَ يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكرور وعدم علينا الأمن والإيمان والاستقرار وجنبنا جميع كل ما يؤدي إلى تباعد القلود وتباعدها اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين وَاقْرِ مَشَاعِلَ الْفِتْنَةِ وَسَدِّ مَسَارِبَ الْخَوْضَةِ وَجَأْلْنَا سَبْطًا وَاهِدًا على كل من أراد الشر لبلادنا يا أرحم الرائمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشقله بنفسه وجعل تجبيره تدميرا عليه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن وأهلها وَهَدِ الْجَمِيعَ إلى ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا وَهَدِ ظَال لنا وَجَأْلْ هَذَا الْبَلَدَ عَمْنًا وَأَمَانًا يا رب العالمين اللهم أسل أهوالنا وأهوال المسلمين في كل مكان اللهم أسل قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم اللهم يا أرحم الرائمين تقبل بنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنزل الأمن على ناجير يا عامة برحمتك يا أرحم الرائمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ناجير يا عامة يا رب العالمين يا أيها قيوم يا زل جلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وإنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين